على بعد أمتار من السراء الحكومي وفيما كان مجلس الوزراء منعقداً كان ناشطو حملت بدنا حاسب وطلعت رحتكم يعتصمون في رياض الصلح رفضاً لما أسموه منطق المافيا في ترحيل النفايات المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بياناً أشارت فيه إلى أن ناشطين حاولوا إزالة العوائق الحديدية ورشق البيض باتجاه السراء وقد توجه فيما بعد ثلاثون منهم سيراً على الأقدام إلى شارع المصارف مروراً بمداخل مجلس النواب ومبنى بلدية بيروت وهتفوا بشعارات ضدهما في وزارة البيئة اختلف المشهد إذ تمكنت مجموعة من المتظاهرين تضم 15 شخصاً بالدخول عنوة إلى مبنى وزارة البيئة فطلبت منهم العناصر المولجة حفظ الأمن والنظام الخروج من الوزارة إلا أنهم رفضوا عندها وبناء لإشارة القضاء تم إخلاء المبنى وتوقيفهم وأثناء سوقهم إلى القطع المعنية لاستماع إفاداتهم اعترض عدد من المتظاهرين طريقة الألية التي تنقل الموقفين وأقدموا على رشقها بالحجارة وحصل تدافعاً مع ناصر قوى الأمن ما أدى إلى توقيف ثلاثة آخرين وخلال تحرك أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي ومتظاهران